تابعنا هذا الصباح الأعمال الإجرامية وغير المسؤولة التي قابت بها شردم من المجرمين المؤثرين من طرف عصابة البوليزاريو الانفصالية والمولين لما تدعى بجمعية تضامن مع انفصالي البوليزاريو في منطقة فالنسيا والتي علقت ما يمكن أن أسميه ببساطة خرق على مستوى القنصلية العامة للمملكة المغربية بفالنسيا بدلا من عالمنا الوطني وبعد هذا العمل الجباني والمقيت قام على الفور القصل العام للمملكة المغربية بفالنسيا بإعادة العالم الوطني إلى مكانه بصفتي سفيرة لصاحب الجلالة بإسبانيا أود أن أعرب عن استيائنا العارم وإدانتنا بأشد العبارات لأعمال التخريب والعنف هذه التي تؤكد وتبرز على غرار ما حدث بالقرقرات النهج المفيوزي الخارج عن القانون لرعاة هذا العمل الإجرامي وأود أن أذكر أن هذه الأعمال المتعمدة وغير المقبولة إطلاقا تأتي بدعوات استفزازية مختلفة أطلق هذا الأسبوع الممثلون الزائفون لعسابة البوليزاريو دعينا أنصارهم إلى التظاهر أمام جميع التمثيليات المغربية بأوروبا وفي الوقت نفسه أحطنا علما بإدانة السلطات الإسبانية لهذه الأعمال التي اعتبرتها غير قانونية ولا تتوافق مع مضامين القوانين الدولية وبالتزام الحكومة الإسبانية بعدم السماح بعد الآن لمثل هذه الأعمال من قبل البوليزاريو التي تؤكد الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيات كما أحطنا علما بالتدابير التي ستتخذها السلطات الإسبانية لضمان واحترام سلامة وحرمة بعتاتنا ديبلوماسية والقنصلية في إسبانيا وأود أن أؤكد أن هذا الاستفزاز يجسد الأساليب العنيفة التي تتبع البوليزاريو خارج إطار القانون نهجا لأسلوبها العنيفة البادي للجميع كما يجسد أسلوبها المتهور والمميز في الهروب إلى الأمام خاصة في السياق الحالي ويذكر بطبيعة هذه المنظمة الإنفصالية الخارجة عن القانون التي لا تتوقف أبدا عن دعوة مؤيديها لارتكاب أعمال العنف والتخريب وبصفة سفيرة لصاحب الجلال الملك محمد السادس نصره الله أود أيضا أن أؤكد أن جميع موظفي هذه السفارة وكذا موظفي القنصليات العامة الاثناثين عشر المعتمدة بإسبانيا يؤكدون على ارتباطهم الوثيق وولائهم الراسخ لتعليمات السامية لجلالة الملك نصره الله وكذا تأكيد على تعبئتنا الدائمة للدفاع عن سيادة الوطن ووحدته الترابية